الدورة الرابعة الشهادتان الدرس الثالث يدخل المرء في الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة تتضمن ثلاثة أمور فليست مجرد كلمة تقال باللسان وهذه الأمور الثلاثة هي الأول العلم بأنها شهادة حق فالمرء يقر بصدقها من خلال لفظه لذلك الثاني الالتزام فالنطق بها يعني الاعتراف باتباع الشرائع والتوجيهات المبنية عليها الثالث إعلان عام يدل على انضمام فرد جديد لجموع المسلمين وقبوله لحقوقه ومسؤولياته الجديدة عقب إسلامه ويعلم المسلمون أن شهادة أن لا إله إلا الله هي سبيل الفوز بدخول الجنة وهي سبيل السعادة ولكن يظن كثير من المسلمين أن مجرد لفظهم لهذه الكلمة سيضمن لهم النجاة من النار والفوز بالجنة دون العمل بمقتضاها وهذا ظن خاطئ فمجرد النطق بها لا يعني أن الجنة مضمونة بل ينبغي العمل بمقتضاها وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بشروط مخصوصة وينبغي على كل مسلم أن يتساءل أشهادته مقبولة عند الله أم لا قال وهب بن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس من مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله التي تميز المسلمين الذين سينتفعون بها من غيرهم والمتأمل لكتاب الله وسنته سيجد العديد من الأدلة الشرعية على شروط شهادة أن لا إله إلا الله الشرط الأول العلم يجب أن يكون لدى المرء العلم والفهم الأساسي والضروري لمعنى هذه الشهادة والمقصود بالعلم هو العلم الصحيح الذي يوافق حقيقة كلمة لا إله إلا الله ويطابق مددولها ومقتضاها وهو العلم بما أثبتته هذه الشهادة من استحقاق العبادة لله وحده والعلم بما نفته فقد نفت استحقاق صرف العبادة لغيره وهذا متطلب لأي شهادة فعندما يشهد المرء على شيء ما يجب أن يكون لديه معرفة وعلم بالشيء الذي يشهد به لذلك فإن الشهادة بشيء ليس لدى الشخص معرفة به لا تقبل فقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي إلا من شهد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله إذ هي كلمة الحق ثم قال تعالى وهم يعلمون أي يعلمون ما أقروا وشهدوا به فلم يقبل منهم الشهادة المجردة بل اشترط مع ذلك علمهم بذلك الحق الذي يشهدون به فيتبين لنا من ذلك أن شهادة الحق وكلمة التوحيد لا تنفع إذا لم يكن الشاهد والناطق عالما بها إذ الشهادة تقوم دائما على العلم وهكذا الشهادة تتضمن أمورا لا بد أن يعلم بها قائلها فعلى سبيل المثال لو أن من قال هذه الكلمة لا يعي أن الله سبحانه هو وحده المستحق للعبادة ولا يستحقها أحد غيره كائنا من كان فهو يفتقد للعلم بأهم مقتضيات الشهادة التي لا بد من تحقيقها ليتحقق الإيمان وتكون بذلك شهادة الحق مقبولة عند الله اشتركوا في القناة